السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا ملاحق قبل ما بدأوا في الموضوع اشتركوا في القناة فعلوا الجرس بشوصلكم مجدد جام كومنتر لي عجبوا الفيديو وهذا نهضر اليوم خوتي على واحد الكلمة انتشرت بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام اللخر خاصة انتشرت حتى في الواقع والتي هي كلمة قهوي هذه الكلمة اللي نشوفها كما بزاف جزائرين يشوفوها وهي كلمة عنصرية وتستهدف بعض الاشخاص وبعض الولايات في الجزائر ولكن الجماعة انستينا مثلا عندهم نفس الفكر ويسكنوا في نفس المنطق عنه حبوا يوصلوا بهذه الكلمة فكرة مثل ما تقصد بعض الاشخاص ولا بعض الولايات علش يدافع عليها باش تستمر هذه الكلمة عقدة لانه ما تساعده وعليه ذركم بي لكم يا خافتي ماذا تتمعني هذه الكلمة وعليه هي مراهيش كلمة عادية الحاجة الأولى الحاجة الثانية انه يجب ان نعرفه باللي هذه الكلمة القانون الجزائري يعاقب عليها كين قانون مادة صريحة يعني خرج القانون هذا في 2020 انظركم نشوفوه باش كل واحد يعرف حقوقه اذا قدوا ان شاء الله واحد تستعمل ضدك هذه الكلمة او لا تدار فيديو وصورك او لحد فوطن تاعك يعني في مواقع التواصل الاجتماعي تعرف بالليل قانوني يحميك ساحا الروح الموفيد باش نعرفوا هاد الكلمة فيها جيهوية ولا لا 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 نشوفو مني خرجته كيف خرجت هاد الكلمة مستعملهاش مثلا بعض مغني ولا كاش مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت كما بعض المصطلحات ولا كش واحد دغلط ولا لا 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 هاد الكلمة بدأت من العاصمة عندها ربما وحدة ربع سنين ولا ثلاث سنين يعني كنت نسمحها بكثرة هاد العام من الاخر وين يعني ولو يستعملوها كل ولايته ولكن كانت منتاشرة الا في العاصمة وانحنا يعني بدون كلام جيهوي ولا رانا نجرحو في ناس ولا لا 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 ولكن مدام كانوا يستعملوها في العاصمة نعرفو وش ماني كانوا يستعملوها ضد كل واحد من خارج العاصمة كل واحد براني يطبقوا عليهم ومع ماني ذاته تقول انه تقول يأل الكيطاني فيها القهويين تقول في القياطبي تقول يتم الأن وصابلات يتقول فيها القهويين تقول لها يروح الحاسبة يتقول فيها القهويين هكذا يا خوتي وهذا الكلام ما عمنا نهتم فيهها من رأسيا لأني لدي سنوات عيش هنا ونعرف كيف يستعملوها هاد المستلحات و معلوم يستعملوها وليس عمنا ولن يهمش اذا كنت متحلب وللونك بيض وللونك شباب ولا لديك دراهم في العاصمة اللي تسكن معه جارو وهذه حقيقة تسكن معه عشرين سنة ولا تكون يلعبوا كيف كيف وصحاب وكذا عادي ولكن ما تفهمش معه يكون أصلك من جيجل ولا يكون أصلك مصطيف ولا من دياء ولا من تيزي وزي يقول لك أقول لي البلاد وتحلبت وهذه كل مصطالحات مصطالحات يعني جيهوية وعليه بصراحة هذه الكلمة بدأت بجيهوية وبدأت تسمعني على كل واحد ما راهوش من العاصمة ولا كانوا يقولوا له قهوي حتى الناس العاصمة فيما بيناتهم وكان واحد يكون من باب الواد ولا من السستارة ولا من بعض المناطق يعني اللي يشوف فيها واب اللي عنده مثلا امتياز كيزات فيها يقدر يستعمل كل مصطالح قهوي على واحد يسكن في الحراش ولا في براقي ولا في الكاليتوس ولا في الشراربا يعني حتى ولايات تابعة للسازة ولكن يستعمل هذا المصطالح وعليه هذا مصطالح يعني جيهوي بامتياز مئة بالمئة وراني نشوف بعض الأشخاص وعليه ناس مثلا في كل ولايات خاصة مثلا في البلاد يشوفنا هات العام ويشد كاميرا ويصور ويقول لك شوف القهوي انت لو كانت تروح لولاية وحد أخرى خاصة انت لو كانت تروح لعاصمة وتقول له انا براني راح يشوف فيك باللي انت يا قهوي حتى وتكون بيض وحتى وتكون متحلب وحتى منش عارف مش تكون وعليه هذا المصطالح هذا المصطالح يا خوتي هو مصطالح جيهوي هذه الحاجة الثانية والتي هي أهم والتي تخلينا حناية خاصة كمسلمين نرفضوا هذه الكلمة هي انه هذا المصطالح قهوي يتعلق به لون تعلم بشرة لو كان مثلا واحد تقول له كافي ولا تقول له حابس ولا اي مصطالح يبين بلي السيدة هذا ما راهوش متحضر ما راهوش فاهم السيدة لا يستطيع العيش مع الناس ويقوم ببعض ببعض الأفعال لما يتقبلهاش المجتمع هذه عادي ونشجعوها لانه حقيقة في الجزائر يجب ان يكون بزاف ناس مرامش متحضرين ويديرونجي وبعضها ولكن باش تستعمل مصطالح على لون تعال البشرة كأنه قلت لواحد ذكحل ولا صمر ولا بيض ولا مثلا فيها عيب خلقي عنده مرض ولا جاي من ولاية مثلا جنوبية ولا تعيبوا بها نفس الشي راك تتكلم على العرق اهنا وهذا نظن هذا المصطالح هذا في كل عالم يحتبر عنصري ليس غير في الجزائر يعني نعطيكم معلومة برك مؤخرا في بريطانيا داروا قانون احتبروا باللي باش تقول له واحد فرطاس تقول له أصلا احتبروها باللي مصطالح عنصري قال لك ما تعيبوش ما تعيطلوش بهذاك المصطالح احنا في الجزائر راك حاب تقول لي واحد مثلا تعيبوا باللون تعب وشران تعبوا وبعد تقول لي هذا بالمصطالح ما راوش عنصري ما يتقبل احتى واحد خاصة خاصة ان احنا نعرفوا باللي الجزائر رأي كبيرة وعريضة وعندنا كل الالوان في الجزائر كين الناس بيوضة ومنتعشرين في بعض الولايات وكين الولايات لي الناس اغلبية عندهم البشران تحم يعني صمرة ولا خمرية ولا يعني اتميل هذا المصطالح واذا زدنا نعرفنا باللي هاد الولايات خاصة اللي عندهم الناس ببشران تحم صمرة اوما مثلا الجلفة وتيسي مسيلت ولا المسيلة ولا هاد الولايات يعني راي عندهم ولا راي ضدهم تنامور كبير في مواقع التواصل هاد السنين الاخيرات سما نفهمه مباشرة باللي را ماليو ما كذا يا خبتي هذا ما يطلبش ذاك اولا هذا مصطالح ومصطالح يجي هاوي مئة بالمئة ما يجي حتى واحد يقل لي هذا فكرة والفكرة لا تموت لا انستينا ومن المفروض لو كان جينا في بلد تاع قانون صح كل واحد خاصة المعروفين يستعمل هذه الكلمة يعيط له العادالة ويدخل الحبس واحد كما انستينا خاصة المثال المؤثر والفيديو انتشغب كثرة وشاهدوه لملايين من المفروض يفوت على عادالة وبالقانون مش بالظل ومنا مدام تكلمنا على القانون نجاوبوا على التساؤل اللي طرحناه في البداية هل يوجد قانون جزائري صاريح يعني عاقبة على هذه الكلمة نذكر نبيني لكم يا خبتي واش هي العقوبة تحت الكلمة قانون صاريح ما فيهش يعني لا لف ولا دوارة شوفوا معي يا خبتي هذا القانون القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكاراهية أو مكافحتها والذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للوقاية والتمييز وخطاب الكاراهية هكم تشوفوا كين قانون خاص لخطاب الكاراهية ذلك الروح وخالتي نقرأوا مادة ولا زوجة من هذا القانون تفهموا المادة الثانية يقصد في مفهوم هذا القانون ما يلي خطاب الكاراهية جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبير تمييز وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الإزدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجه إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية شوفوا يا خوتي هاي العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي هنا كلمة قهوية رك تستعمل فيها يعني مخالف زجلة ثلاثة مصطلحة من هذه اللون والجهوية أروح الحاجة الثانية هي التمييز كل تفريقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي إلى آخره هاكم تشوفوا يا خوتي هذا وشي معني خطاب الكاراهية تسمعنا يا أصلا كي تقول قهوي أرك خالفت القانون نروح نشوفوا خوتي وش هي العقوبة المادة ثلاثين يعاقب على التمييز وخطاب الكاراهية بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغارة ممالية من ستين ألف دينار إلى ثلثمائة ألف دينار هاكذا يا خوتي من ست ملايين إلى ثلاثين مليون المادة ثلاثين وش تقول يعاقب على التمييز وخطاب الكاراهية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغارة ممالية من مئتين ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار هاكذا يا خوتي سما تقدر تخلص من العشرين مليون حتى الخمسين مليون وتقدر يحكم لك خمس سنين حبس بمجرد أنه تقول لواحد أنت يا قهوي راكم تشوفوا يا خوتي هذا القانون يوصل لأيقاب تعواحد بمجرد أنه يقول كلمة ولا يحط صورة تعواحد ويعلق عليها الخمس سنوات ولكن للأسف الشديد في الجزائر راني كلما نشوف فيديو إلا ويستعمل هذا المصطلح ومن عند الناس معروفين وعندهم يعني قانوات مليونية ويستعملوها وخرجوا غنايات وعادي جدا ما زال لي حد الآن ما نظن شوية حد تخلي السيجن بهذه التهمة واللي على جال هذا المصطلح هذا من جهة حاجة ثانية يجب أن نشيروا لها أنه الشعب الجزائري حقيقة أنه ضعيف في مجال القانون الناس ما يعرفوش حقه ما يعرفوش حقه معفوين أنا لكن واحد يجيب لي فيديو ويصورني ويحطني ويشكرني يقول هذا إنسان ما شاء الله وشباب وغداية وفيه كامل خيصة لا يجب أن نشتكي به لا تحضر فيديو إلا بالموافقة لا تحضر خاصة واحد معروف أو يشهرك في الجزائر لا تحضر صورة فما بالك تحضر صورة ولا تصورني وانا في البحر وانا في وجهك لا يجب أن نشتكي به وعليه هذا دعوة منها لكي الناس تعرف وتتعلم وتشتكي لا يجب أن يتعدى لك على حقوقك يعني كان الناس لا يعرفون بالمثلا كانت كنت صاحبك تكون فيه عرس وتلاقاه وتديروا فوتو كيف كيف وبعد يروح بلا ما يشهرك المواقع التواصل الاجتماعي وينشر هذه الفوتو مثلا كانت كنت تتحدث مع واحد في البريفي مواتسنجر ولا واتساب ولا وهذه المحادثة التي بيناتكم خاصة لو كان يروح ينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يقول لك تقدر الدخل للحبس ولكن نحن في الجزائر الناس لا تعرف هذا السؤال وحتى يكون يعرف كيف نذهب ونذهب ونبقى مع الشروعات ونذهب ونذهب ويسمح في حقه هذا يخوتي وعليه وعليه نشوف من جهة الشعب يجب أن يتعلم هذه من جهة حاجة ثانية نيابة العامة يجب أن تدخل خاصة ضد الأشخاص المعروفين والذي أثروا في الناس واحد كما أنستينا دار فيديو شافوا الملايين من المفروض يتم الاستداء قل الروح راك تستعمل في خطاب الكارهية راك تستعمل في كلمة تخالف القانون لأنه راح يزيد الانتشار انتها ولربما من ثم زاد الانتشار انتها أكثر وأكثر ومع الله خرقاوتي يعني باش مخلوش الموضوح هذا نعقص يقدر يجي واحد يقول يراك تدافع على الرداءة وهذه الناس نشروا لنا الرداءة في الجزائر أنا أقول لك حقيقة كاين في الجزائر واحد الظواهر ينزم تختافي وكامل يعني ينتعونوا باش تروح هذا المظاهر سواء بالقانون ولا بالتوعية ولا بأي حاجة احنا ضد المصطلح باش تكون فلان قاوي ولا يعني جاي من ولاية فلانية ولا ولكن بعض المظاهر وبعض الناس يجيبوا التنمر لبعضها ومدام هذا المصطلح استعملوه بزاف مثلا في البحر هذا العام يعني أغلب المصطلح هذا شفناهم في البلاج كاين الناس يجيب تروحوا التنمر ومالحق الناس أنه تضحك عليه ولا حتى يعني تتكلم معه وتضحك عليه ولا تدير أي حاجة انت يا ما ركش موال في البحر كي تروح للبحر شوف الناس كما كيفش يتصرفوا شوف كيفش يتعاملوا وشوف كيفش يلبسوا وشوف هذا ما كان ما تجيش فيه كارك وسترجوا فيها خمسة وثلاثين واحد جايبين يدربوكا ولا مانيش عارف ونهار الطول وهو ما يشطحوا ويديروا في السمير ويتبلوا في لبنات يعني ويديروا فوضة كبيرة في البحر أنا كاين بعض الناس ما نروحش ليهم وإذا روحت غلطة ونلقى البلاج في هذا كلما ظاهر نروح منزج نوليلي نرى الجماعات يعني وين خمسة وعشرين ثلاثين واحد جايبين يدربوكا وجايب بعض السوالح يعني يديرونجي في الناس من ولي جذمة هنا صح ركت ديرونجي في العيبات كول أنا اللوبيا كول عدس جيب الدلع كول وش حبيت ألبسوش حبيت ربي سهل عليك هنا ما ركتش ديرونجي في الناس مع الأخر رفت قشك نقي سوالح وروح ربي سهل عليك ولكن باش تجي تشطح ولا تجي تدربك ولا مثلا جماعات جماعات يتبلوا في لبنات شفنا يعني وين وصلت ليجان في عمره ثلاثين ولا خمسة وثلاثين سنة ولا خمسة وعشرين سنة طفلة تمشي هو يرمي في يروحوا عند رجليها يعني تشوف قمة تعواقعها هذو صوالح هذو تخيلوا تخيلوا يجوا عنا إزماقره هنا يقولوا عنا سياح أهبار تشوف طفلة أو مرأة ومتحجبوا وفيتوا ويقوموا هذو الممارسات فما بالك فما بالك يعني لو كانوا عندنا ناس أجانب يجوا للجزائر لا يقدرونه حتى يكسبته ويقولوا هذو الشعب وهذه طيناعينا أخوتي ببركة مدام حضرنا على الديرانج والناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالتحضر اللي راهم يستعملوا هذه كلمة قهوية في العاصمة هذو صحاب الرجل والذي تشوفون في الطريق وكذلك أنا هذو يديرونجيوني أكثر ناس يديرونجيوني لأنه حقيقة ما عندهم حتى علاقة بالتحضر وش رايكم في 15 واحد مريحين في الطريق كامل بلعين الكاشيات يعني الساروخ ولا ما نعرفه بلعين وتيان تي ولا كوكا في يدهم ما تفوت الطفلة إلا وتبلاوها ما تفوت راجل إلا وهادروا عليه ولا شافوك حاجة وكامل شدين كلاب كلاب يظل يطلب يعني بشي وكلفة هو لاخد ما لازد ما ما عنده مصرف ما عنده والو وما ربي يكلب في الدار في حوما حي شعبي مربي يكلب يعني ما ما تدخلش أصلا في الراس هكذا يا أخوتي هذوك الناس اللي رام مصبح وحشية وما يعلقوهما أكثر عيباد ما عندهم والو في رأسهم وأكثر عيباد ما عندهمش علاقة بالتحضر هذا ما راهوش كلام يعني جيهاوي ولا عنصوري أنا مرينش نتكلم على مثلا غالبون ناس تعال عاصمة ولا تعوهرن ولا تعبجايا ولا لا لا هذوك الاشخاص اللي رام يسموه رحم صحاب الرجلة اللي رام يبلعوه في الساروخ اللي مصباح الحشية وما شدي الكلاب ونظن بللي كل حوما خلقت فيها هذة الفئارة وما ينفسدينها وهم مخسرينها ونظن بللي هذوك الناس ولا هذوك الاشخاص ما عندهمش حل إلا القوانين والدولة والناس تتعلم تشتكي لأنه ما عندهمش حل وطغاوي يعني رام يزيدوا باحت طريقة يعني سريعة بزاف ومعنيش نتخيلت زائر كيف راح تولي في الالفين وثلاثين ولا يعني الجيل هذا ربي يسطر إن شاء الله يكون وصل الميساج يا أخوتي وكل عادة نرحب بكل الانتقادات هذا مجرد رأي الشخصين داعي نقدر تكون راني غالط فيه أعطونا يعني رأيكم ومع الأخير كالعادة تركوا في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم مزدير جام كومونتر ليعجبوا الفيديو هذا وسلام عليكم